رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر يكشف عن دور مرتقب لأحمد علي يتساءل الكثيرون ما هي الصفة الاعتبارية لأحمد علي سوى أنه ابن صالح صالح شريك الانقلاب وأحد من أدرجوا في قائمة العقوبات الدولية بتهمة تقويض السلم الاجتماعي ونهب المال العام نسي بن داغر أنه لو لا أحمد علي ووالده وتسليمهم سلاح الدولة للحوثيين لما كان هناك انقلاب ولما أصبح الحوثيون بهذه القوة العسكرية ونسي أو تناسى أن صالح وعائلته واجهوا ثورة عارمة دفع فيها الشعب اليمني دماء أطهر شبابه ونسائه في ديسمبر الماضي ظن بعض اليمنيين أن صالح وأولاده وحزبه عرفوا خطيئتهم بالتحالف مع الحوثيين وسيكفرون عنها بالقضاء على هذه الجماعة التي أتوا بها من كهوف سعدة لكن وبعد أن قتلت هذه الجماعة علي صالح ظل أحمد وطارق ويحيا وبقية عائلة صالح بنفس العداء للرئيس هادي والشرعية ما يعني أنهم لم يغيروا مواقفهم من المعادلة السياسية كلمة السر في هذا المشهد هي الإمارات العربية المتحدة كما يقول مراقبون إذ يرى الكثير منهم أن الإمارات تسعى منذ تدخلها في اليمن إلى إعادة تدوير نظام صالح وتقديمه للواجهة بدلا عن شرعية الرئيس هادي وهذا ما يجعل القول بأن خلافا جوهريا بين قيادة الشرعية أمر وارد لا سيما وأن هادي وبندغر يعتبران نفسيهما قيادة كبيرة في حزب المؤتمر بعد أن منعت الإمارات بن دغر من أن يحكم في عدن لماذا يعود للتصريح بهذا التراخي إزاء مشروع يستهدف شرعية وشرعية الرئيس هادي سؤال يفسح الطريقة أمام خيارين اثنين يصعب أن يكون خيارا واحدا كما يحاول بن دغر إما شرعية الرئيس هادي أو بقايا أولاد صالح ومعاونه الذين هم في الأصل ضد مشروع الدولة الاتحادية وضد جميع المرجعية الوطنية والدولية فماذا سيختار بندغر؟